لأول مرة منذ الحرب الكورية التي اندلعت عام 1950 أطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى عبر الحدود البحرية بين الكوريتين سقطت في المياه الإقليمية الكورية الجنوبية أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية سقط أحدها في البحر الشرقي وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي بالقرب من مياهنا الإقليمية وهذا أمر غير مسبوك وغير مقبول جيشنا رد بصرامة على هذا العمل الصاروخ الذي سقط بالقرب من سواحل جزيرة أولونغدو التابعة لكوريا الجنوبية دفع أنظمة الدفاع الصاروخي على الجزيرة لإطلاق صفرات الإنذار صدرت بعدها تعليمات من السلطات لسكان الجزيرة بإخلاء منازلهم واللجوء إلى الأماكن الآمنة كما رد الجيش الكوري الجنوبي على الصواريخ الكورية الشمالية بإطلاق عدة صواريخ جو أرض بدوره اعتبر رئيس كوريا الجنوبية عملية إطلاق الصواريخ غزوا لأراضي بلاده وطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن القومية كما نددت اليابان بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤكدة أن هذه الخطوة غير مسموح بها على الإطلاق سلسلة الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق وتعد انتهاكاً لقرارة مجلس الأمن ذات الصلة اليابان قدمت احتجاجاً شديداً على كوريا الشمالية عبر سفارتها في بكي التصعيد الجديد في شبه الجزيرة الكورية يأتي متزمناً مع مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنتهي يوم الجمعة القادم وتشارك فيها 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية وتعتبر من المناورات الأهم هذا العام إجراءات كوريا الشمالية الجديدة جاءت بعد أن انتقدت التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول مؤكدة أنها تظهر أن سيناريو الحرب النووية ضد بيونج يانج قد دخل مرحلته النهائية وأنها سترد بالقوة